حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عاصم بن بهدلة عن زري بن حبيش قال غدوت على صفونا بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك قلت ابتغاء العلم قال ألا أبشرك ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فذكر الحديث حثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا عاصم بن بهدلة حدثني زر بن حبيش قال وفدت في خلافة عثمان بن عفان وإنما حملني على الوفادة لقي أبي بن كعب وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت صفوان بن عسال فقلت له هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وغزوت معه اثنتي عشرة غزوة حنيحي بن آدم حدثنا صفيان عن عاصمين عن زري بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين فقال لا كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا أن لا ننزع خففنا ثلاثة أيامين إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونومين وجاء أعرابي جهوري الصوت فقالا يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثناه يزيد أخبرنا شعبة وعن عمري بن مرة قال سمعت عبد الله ابن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال قال يزيد المرادي قال قال يهودي لصاحبه اذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يزيد إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نسأله عن هذه الآية ولقد آتينا موسى تسعى آيات فقال لا تقل له نبي فإنه إن سمعك لا صارت له أربعة أعيو فسأله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تصرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تصحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطاء ليقتله ولا تقضفوا محصنة محصنة أو قال تفروا من الزحف شعبة الشاك وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعتدوا قال يزيد تعدوا في السبت فقبل يده ورجله قال يزيد يديه ورجليه وقال نشهدوا أنك نبي قال فما يمنعكما أن تتبعاني قال إن داود عليه السلام دعا أن ليزال من ذريته نبي وإن نخشى قال يزيد أن أسلمنا أن تقتلنا يهود حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصمي بن أبي النجودي عن زري بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادية فقال ما جاء بك قال فقلت جئت أطلب العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج يخرج من بيت في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنيحة هارضا بما يصنع قال جئت أسألك عن المسح بالخفين قال نعم لقد كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سفرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما إلا من جنابة لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه حثن أسود بن عامر قال أخبرنا زهير عن أبي لوق الهمداني أن أبا الغريف حدثهم قال قال صفوان بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية قال سيروا باسم الله في سبيل الله تقاتلون أعداء الله لا تغلوا ولا تقتلوا وليدا وللمسافر ثلاثة أيامين وليليهن يمسح على خفيه إذا أدخل رجليه على طهور وللمقيم يوم وليلة حثنى سفيان بن عويينة قال حدثنا عاصم سمع زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادية فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم قالا فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قلت حكا في نفسي مسح على الخفين وقال سفيان مرة أوي في صدري بعد الغائط والبول وكنت إمرأا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك هل سمعت منه في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خففنا ثلاثة أيامين وليليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونومين قال قلت له هل سمعته يذكر الهوى قال نعم بينما نحن معه في مسيرة إذ ناداه أعرابي بصوت جهوري فقال يا محمد فقل نويحك أغضد أغضد من صوتك فإنك قد نهيت عن ذلك فقال والله لا أغضد من صوتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابه على نحو من مسألته وقال سفيان مرة وأجابه نحوا مما تكلم به فقال أرأيت رجلا أحب قوما ولما يلحق بهم قال هو مع من أحب قال ثم لم يزل يحدثنا حتى قال إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه سبعون أو أربعون عاما فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق الصموات والأرض ولا يغلقه حتى تطلع الشمس منه حثن يحيى بن سعيد عن شعبة تحدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفونا بن عسال قال قال رجل من اليهود لآخر انطلق بنا إلى هذا النبي قال لا تقول هذا فإنه لو سمعها كان له أربع أعيو قال فانطلقنا إليه فسألناه عن هذه الآية ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات قال لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تصرقوا ولا تزنوا ولا تفروا من الزحف ولا تصحروا ولا تأكلوا الربا ولا تدلوا ببريء إلى ذي سلطاء ليقتله وعليكم خاصة يهود أن لا تعتدوا في السبت فقال نشهدوا إنك رسول الله حنا يونس عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو لوق عطية بن الحريث حدثنا أبو الغريف قال عفان أبو الغريف عبد الله بن خليفة عن صفونا بن عسال المرادي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية فقال أغزوا باسم الله في سبيل الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا للمسافر ثلاث مسح على الخفين وللمقيم يوم وليلة قال عفانوا في حديثه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصمين عن زر عن صفونا بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب حدثنا سريج حدثنا عبد الواحد عن أبي لوق عطية بن الحريث حدثنا عبد الله بن خليفة عن صفونا بن عسال قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية فذكر مثل حديث يونس حسنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن عاصمي بن بهدلة عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادية فقال ما جاء بك فقلت ابتغاء العلم فقال لقد بلغني أن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعل فذكر الحديث فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال فما برح يحدثني حتى حدثني أن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها